موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة الذي نعرض لكم فيه عبر ششتكم الاقتصادية الاولى ابرز واهم ما تناولته بعض الصحف الوطنية الصادرة اليوم من اخبار ومواضيع اقتصادية نبدأ عرضنا كالعادة بجريدة الاقتصادية الاولى والتي تترقت في موضوعها لعدد اليوم الى زيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان للجزائر وقالت في عنوان موضوعها الرئيسي اردوغان يدعو الاتراك للاستثمار بالجزائر وابرزت الصحيفة ان رئيس التركي اعرب خلال زيارته لبلادنا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الجزائر وفي مختلف المجالات كما رشرت الجريدة خبرا عن التحضير لابرامي اتفاقية ثنائية بين البلدين من اجل توفير الحماية المتبادلة للاستثمارات في الدولتين وتشجيعهما جريدة الوطن من ناحيتها كتبت عن زيارة الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وكتبت تقول في موضوع حول الجوانب الاقتصادية ان الجزائر وانقر حددت طموحات جديدة وابرزت الصحيفة ان الرئيس التركي اردوغان دعا شركة بلاده الى الاستفادة الكاملة من الفرص المربحة التي توفرها الاستثمارات التي يقوم بها في الجزائر لكسب الارباح من وراء نشاطاتهم في بلادنا كما اوضحت الصحيفة في مقالها ان حوالي 500 مشارك في منتدى الاعمال الجزائرية التركية المنعقد بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها اردوغان عبروا عن الرغبة في تكثيف التعاون الاقتصادية والشركات بين البلدين في شتى المجالهت نمر الى جريدة الخبر التي تناولت الموقف الجزائري المعبر عنه في اول اجتماع رسمي للجنة الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا الذي انعقد امس في قسنطينا وهو الموقف الذي لم يكن تاريخيا بل حمل صفة الاقتصادية الرمزية البارزة حيث قالت الصحيفة ان الجانب الجزائري في لجنة الذاكرة اكد لنظرائه الفرنسيين انه لا تنازل عن املاك قادة وشهداء المقاومة الشعبية ومن بينها ممتلكات الامير عبدالقادر التي صدرتها فرنسا صدرتها عفوا فرنسا والتي تمثل ارثا جزائريا ذو قيمة مادية ومعنوية كبيرة بالاضافة الى ممتلكة قادة والمقاومة الشعبية والكثير من التحفي المنهوبة ايام الاستعمار وذكرت الصحيفة في تقريرها عن اول اجتماع للجنة الذاكرة بين الطرفين الجزائري والفرنسية ان باريس تذرعت بخصوص هذا الامر انه لا يوجد قانون يسمح بذلك موضحة ان اول اجتماع للجنة الذاكرة المشتركة انتهى بدون التفاهمات النهائية بين الطرفين وان اعضاء اللجنة قرروا ارجاء التطرق لبقية الملفات في لقائهم المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس بعد شهرين اذا نمر الى يومية الوسو اغدالجيغي من ناحيتها تحدثت هي عن معاملات مالية رقمية من خلال الموزعات الالية لنقود والشبابيك الاتوماتيكية للأوراق النقدية وكذا استعمال النهائيات الرقمية في عمليات تسديد الفواتير التي لا تزال بعيدة عن الهدف المطلوب لكن مع كل نقائص والتي تعرفها رقملة المعاملات المالية فان بنك الجزائر اشار في تقريره الاخير حسب ما نقلت الصحيفة الى الزيادات المتواصلة لحجم المعاملات المالية والتي تتم من خلالها لوسائط الرقمية والوسائل التكنولوجية بفضل التزايد استعمالات البطاقات البنكية في القيام بمختلف التعاملات وأوردت الجريدة رقما يشير في هذا المجال بالقول إن المعاملات من خلال الوسائط الرقمية عرف زيادة بنسبة 14.39% خلال السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها ونختم عرضنا مشاهدين الكرام لبرنامج الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم بما نشرته جريدة الفجر التي نشرت تقريراً حول أول اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول الجديد نذير العرباوي وقالت في موضوعها الرئيسي العرباوي يستعجل تجسيد التزامات الرئيس تبون ونقلت الجريدة عن بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الأول نذير العرباوي أكد خلال اجتماع مجلس الحكومة على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات وأبرزت أهمية اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء كما درس اجتماع مجلس الحكومة بعث جهاز المقاومة الذاتية ومسألة إدماج أعوان جهاز المساعدة وفق ما نقلت الجريدة عن بيان لمصالح الوزارة الأولى بهذا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام عرضنا لأهم المواضيع التي تناولتها الصحف الصادرة هذا اليوم من أخبار ومواضيع اقتصادية نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى وإلى موعد جديد في برنامج الاقتصاد في الصحافة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة